منظر يبعث على الأمل والفخر بأن يرى الطلاب يملؤون الفصول من أول يوم دراسي ويتواجدون بكثافة كبيرة حتى أن مدراء المدارس يقولون بأنهم متفاجئون من الحضور الكبير ويرون نشاطاً غير معتاداً في الأيام الأولى للعام الدراسي الجديد ما كنت أتصور أنه بيقي العدد هذا كامل للطالبات أمس كان عدد 95% اليوم العدد يكاد 100% والطالبات طبعاً حضرنا وهم كلهم قد ونشاط وحيوية وعندهم شغف بالتعليم كانت نسبة حضور الطلاب والمدرسين ما يقارب ما بين 85% وال70% وهذه النسبة اعتبر قيداً حيث قد تمت زيارة من الصباح الباكر يومنا هذا عدد من المدارس وكان الحضور جيد ورائع والتزام المدرسين والطلاب بالحضور لسير العملية التعليمية بشكل جيد وصدر رحب يعتبر أبناء تعز بأن مستقبلهم بالتعليم ويعتبرون رأس مال المحافظة البشر لذا من أول يوم دفع أولياء الأمور بأبنائهم نحو المدارس التي لم يتأخر مدرسوها أيضاً رغم ظروفهم المادية الصعبة يتوجه ما يزيد عن 500 ألف طالب وطالبة من أبناء محافظة تعز في عدد من مديريات المحافظة لتلقي علومهم وتعليمهم في مدارسهم والمدارس فتحت أبوابها وقميع أخواناً الكوادر التربوية متواجدين في فصولهم الدراسية نقدم لهم كل الشكر والتقدير على ما يبدلون من قهود رغم الظروف التي يعيشونها ونحن نعلمها تماماً وقيادة السلطة المحلية ومكتب التربية في حالة إنعقاد مستمر في الأسبوعين الماضية ثلاثة اجتماعات متتالية لمتابعة الحقوق وتم تكليف أحد أبرز قيادة المحافظة بالنزول إلى عدن لاستكمال إقراءات صرف حقوق المعلمين وخاصة التي تم إصدار فتوى الخدمة المدنية بها وتعزيز وزارة المالية نجشن هذا العام الحافل بالنشاط والحيوية والجد والاكتهاد نجشن العام الدراسي من عاصمة الثقافة والعلم من المضفر والأشرفية ومعاذ ابن قبل من هذه المحافظة التي تعتبر العملية التعليمية وتعتبر العلم هو الركيزة الأساسية لعملية البناء والتنمية نحن اليوم لا نعتبر أن العملية التعليمية تقتصر على القطاع التربوي بل تشمل كل القطاعات وتشمل أيضا المجتمع الكل مسؤولين عن العملية التعليمية عام دراسي جديد تبدأ معه رحلة جديدة لمئات آلاف الطلاب وكلهم أمل بأن يكون مستقبلهم أجمل وأن البلد ستستقر وتزدهر ومعها أحلامهم وطموحاتهم التي أتوا إلى المدارس لتحقيقها اشتركوا في القناة